أهلين اليوم سويت معكم أربع نكهات للفرنش توست تقدرون تسويونها بالبيت نفس الطعم اللي يقدمونها بالكافيهات وأحلى الخلطة للفرنش توست عندي بيض وأحطي كريمة خفق وممكن بدالها تحطون حليب وبعدها عندي القرفة وآخر شيء الفانيليا سائلة ممكن تستخدمون بعد فانيليا بودر من المشكلة وممكن تضيفون سكر للخلطة بس أنا ما أضفت وفي عندي خبز البريوش لو ما عندكم بعد ممكن تحطون توست بس خبز البريوش ألذ وممكن تقطعونها بالشكل اللي أنتو حابينها أنا سويتها مكعبات وفي مكعب كبير وعلى الصاجة وهي حامية رح حط الزبدة وأحمرها من كل الجهات أتأكد إنها تحمرت من كل الجهات وبعدها رح حطها بصحن التقديم وراح حط النكهات اللي أنا أحبها أو شي حطيت شوكولاتها بيضة ذوبتها مع كندر ذوبتها بالميكرويف وآخر شي حطيت كلامسة أخيرة الزينة اللي هي الكندر وبكذا خلصت والنوع الثاني حطيت نوتاليا ذوبت النوتاليا مع شوي كندر وبس وبكذا صار جاهز زينتها بالتوت وممكن تطحنون بسكوت أنا حطيت هنا جوز هند وبكذا صار جاهز والنوع الثالث اللي هو المكعبات حطيت كرامل وحطيت المكسرات اللي هو جوز البيكان مع مكعبات الكرامل والنكهة الرابعة سويته بصوص البستاشيو مع المكسرات وبصراحة كان مرة لذيذ بس ما صورت للأسف قلولي بالأخير ارسل لي تطبيقاتكم اشوفكم ان شاء الله بالفيديو الجاي